إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم أكد رئيس زراء إقليم كردستان مسرور بارزاني أن حكومته لديها خطط لإنشاء عدد من السدود لتأمين المياه لسكان ولرفض قطاع الزراعة في الإقليم جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش وضع حجر الأساس لأكبر سوقي حديث لبيع الفواكه والخضروات بالجملة في قضاء عقرة بمحافظة دهوك وقال مسرور بارزاني في كلمته أنه استجابة لطلبات المزارعين لمعالجة مسألة المياه فإنه ضمن برنامج حكومة إقليم كردستان إنشاء عدد من السدود الجديدة وأكد أن الهدف الرئيسي للحكومة تنويع الاقتصاد وتعظيم الإرادات وتهيئة أرضية مناسبة ضمن إطار الاهتمام وتنمية القطاع الزراعية موسيقى 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 موسيقى